السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعتزاد الفتنة والهرب من أهلها أصل عظيم من أصول هذا الدين وتحقيق لواحد من مقاصده لما فيه من صيانة دين العبد وسلامة يده ولسانه من دماء المسلمين وأعراضهم بحسب قول بعض العلماء لكن ما الفتنة وما أنواعها ومن الذي يحكم بأنها فتنة من عدمه وهل ما يحصل في عدد من الدول العربية اليوم يدخل في وصف الفتنة هل ثمت ضوابط نصية للتعامل مع الفتنة أم أن الشرع ترك الأمر اجتهاديا الفتنة وضوابط التعامل معها عنوان الحلقة حلقة اليوم من برنامج مقاصد فأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء مشاهدين الكرام ورحبوا بضيف الحلقة الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر أهلا وسهلا بكم يا مرحبا بكم أستاذ جاهد الله أحبازكم بداية ما مفهوم الفتنة في الاصطلاح الشرعي وهل ثمت فتن أم هي فتنة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد شاءت حكمة الله عز وجل وإرادته وعلمه المحيط أن ينشئ الدنيا على تنوع واختلاف وأنها لا تكون على لون واحد ولا على ضرب واحد ولا مسلك واحد فيوم نسر ويوم نساء ويوم دولة في العلي وأخرى في السفل وثالثة في الفوق ورابعة في التحت وهذه غنية وهذه فقيرة وهذه تولد وهذه تباد وهذه تفنى وهذه تنشأ سبحان الله العظيم وهذا يوم واسع طيب وهذا يوم خانق ضيق فهكذا شاءت إرادة الله تبارك وتعالى وهكذا تتلون الفتن على الخلق ولذلك يعني صعوبة جدا أن يضعوا للفتنة عنوانا أو تعريفا يجمع كل هذه المعالم منها والتنوع والاختلاف فلذلك قالوا إن الأصل في الفتنة كما قال ابن فارس إن الأصل في الفتنة الابتلاء والاختبار ولكن في البحث في الشرع وجدنا أن الفتنة لها خمسة أنواع أو خمسة معاني لها خمسة معاني المعنى الأول يدور حول الاختبار والابتلاء وذلك لقوله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ولقوله سبحانه ألف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال أيضا جل جلاله ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب وقال تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فكل هذه الآيات تدور في فلك الاختبار والابتلاء وهذا هو المعنى الأول لها لمعنى الفتنة يعني المعنى الثاني من معاني الفتنة أنها بمعنى الكفر والشرك كما قال تبارك وتعالى والفتنة أشد من القتل الفتنة هنا بمعنى الكفر والشرك والذي فعلتموه في أهل الحرم الشريف الله ينكر على قريش أنها أنكرت على عبد الله بن جحشى القتال في الأشهر الحرم كما قال تعالى وأسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أشد من القتل أكبر من كل هذا وأعظم فالفتنة بمعنى الكفر أيضا ذكرناها وأيضا الفتنة هي أسباب الضلال والحيرة والاضطراب يعني حينما يقع المرء في أحداث لا يعرف لها وجها من ظهر ولا قبلا من دبر ولا رأسا من رجل فهذه تسبب له حيرة والاضطراب هذه الأسباب وقد تضله ويسير بعدها في يعني أودية المهالك والضلال والتشعب والفتن والعياذ بالله وهذه أيضا استخدمها الله عز وجل في قرآنه المجيد فقال ومن يرد الله أن يضله يجعل صدر ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وفي قوله جل جلاله فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون أي الضال المنحرف وأيضا قد تكون الفتنة في الشريعة بمعنى العذاب والإحراق والإيذاء كما في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعدلون فالله تبارك وتعالى سمى العذاب والإيذاء والإحراق هنا فتنة وأيضا الفتنة قد تكون بمعنى الفضيحة والعياذ بالله فحينما تنزل بالمرء فضيحة لا تناسب وضعه الزمن ولا الاجتماع ولا المادي فنقول إنه مفتون كما في حديث البخاري من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا ومما شكوه أنه لا يحسن صلي سعد أحد العشر المبشرين بالجنة لا يحسن يصلي إذن فمن يحسن الصلاة فهذا من المضحكات المبكيات فاستدعاه عمر يا أبا إسحاق إنهم يتهمونك بكذا فقال والله ما غادرت بهم صلاة رسول الله صلى الله ولم أخرق منها فكنت أركض بهم في الأوليين وأخف في الأخرين يطيل يعني فيصلي بهم العشاء الآخرة ويطيل في الركعتين الأوليين ويخف شوية في الأخرين فأرسل عمر بعد ذلك رضي الله قال عمر هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق ثم أرسل إلى مساجد الكوفة من يسأل ويتأسس عن الخبر فوجد أن كل المساجد تثني على سعد وعلى صلاته وكذا إلا مسجد بني عبس فقام منهم رجل يسمى قتاده هذا القتاد أبا مسعده قال أما إنك قد ناشتنا فوالله إن سعدا لا يسير في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ثلاث اتهامات خطيرة يعني سعد جبان لا يخرج في الجهاد وسعد ظالم يستأثر بالمال فلا يقسم بالسوية وسعد منحرف عن الحكم بشرع الله فلا يعدل في القضية فطبعا غضب سعد وقال أما قلت هذا فإني سأدعو بثلاث ثلاث اتهامات مقابل لها ثلاث دعوات فقال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياءا وسمعة وكذبا فأطي العمرة وأطي الفقرة وعرضه للفتن قال عبد الملك بن عمير تلميذ جابر بن سمرة وراوي الحديث عنه والله لقد رأيته في سكك بغداد والكوفة يغمز الجاريات والجواري وقد تدل حواجبه على عينيه من الكبر فإذا قيل له يا فلان انت رجل كبير واتق الله هذا ليليق فقال إني شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد مفتون بمعنى مفضوح نعم إذن لو وقفنا عند معنى القتال الفتنة بمعنى القتال إذا وقع القتال بين المسلمين فيما بينهم وهنا الآية التي تقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصدحوا بينهما فإن بغت إحدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع إلى عمير ربها السؤال هو إلى أي مدى يوجد تداخل بين هذه الآية وبين مصطلح الفتنة اصطلاحا شرعيا دكتور هو إحنا عندنا يعني لابد أن نؤسس عشان أن نستفهم برضو أن الفتنة لها جانب زمني من حيث الجانب الزمني لها قسمان ومن حيث الجانب المعنى الشرعي لها ثلاثة أنواع حتى لأن باب الفتنة في الحقيقة كبير جدا فأردنا أن نلخص فيه فمن حيث الجانب الزمني اللي هو ما كان لعلامات الساعة ما كان لعلامات الساعة والعلاج فيه أن الإنسان لا يتعرض له ويغرب منه وفيها حديث أبي سعيد ربا يعني يكون سيأتي على الناس زمان يكون أفضل مال المسلم غنمات يتبع بها يتبع بها شعف الجبال ومواطع القتل مواطع النبات يعني ويفر بدينه من الفتن يفر بدينه من الفتن هذه الفتن اللي هي إرهاصات ليوم القيامة وعلامات له نعم وهذه لا علاقة لنا بها الآن ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعل القيامة تقوم علينا فإنها تقوم على شرار الخلق الثاني الفتن التي قبل القيامة فتنة المال والولد والمحية والممات ومن فتن المحية والممات ما ذكرته حضرتك ما اللي هو إيه القتال بين المسلمين نعم القتال بين المسلمين وهو التركيز سيكون عليه في الحق نعم كان سؤال حضرتك السؤال هو يعني ما مدى التداخل بين الفتنة من حيث وقوع القتال بين المسلمين وبين الآية التي دعت المسلمين إلى إصلاح ذات البين إذا بغت إحدى الفئتين أو المؤمنتين على الأخرى نعم الفتنة هنا بين المسلمين والاقتتال بين طائفتين بين قبيلتين بين دولتين أو بين بلدين أو بين أسرتين من الأسر المسلمة هذا بيحدث بسبب المعنى الثالث من معاني الفتنة وهو أسباب لانحراف والاضطراب ويحدث فيه الضلال لماذا هو فتنة عندما يقتلوا فريقان من المسلمين لماذا يسمى فتنة؟ نعم لأن الفتنة هنا تكون بمعنى تداخل الأمر وعدم ظهوره فلا نعرف الوجه من الظهر ولا الرأس من الذيل ولا نعرف الحق من الباطل لا نستطيع أن نميز بين الأمور اختلط بعضها ببعض فصارت لذلك تسمى فتنة مثل الفتنة التي كانت بين الصحابة وأنا لا أرى أن الذي وقع بين الصحابة كان فتنة سنذهب إلى الصحابة لكن قبل ذلك إذا اقتتل فريقان من المسلمين فيما بينهما ولم يظهر الحق سميت فتنة لكن فيما لو ظهر الحق مع إحدى الطائفتين هل ينطبق وصف فتنة يستمر؟ نقول بقى يعني إذا حدث ووقع هذا الآن وقع عراق وقتال بين طائفتين بين قبيلتين بين دولتين أي شيء من هذا بس مسلمين مسلمتين فما واجبي أنا كمسلم هل كما ورد في الروايات وأسقطها الناس على غير موطنية أغلق بابك واكسر سيفك؟ لا هذا مقصود به يوم القيامة كما ذكرت في العلامات الزمنية إنما هنا لا المسلم لا يدعوني الإسلام لا يدعوني إلى السلبية دكتور إذا أذنت لا نريد أن نقفز على المحاور هذا أيضا سنؤجله إلى محور آخر لكن قبل ذلك عندما يقع قتال بين دولتين أو فريقين أو طائفتين من المسلمين ما الشروط والحالات التي من خلالها يتم ضبط هذا الأمر بأنه فتنة من عدمه؟ ما هو أنا قلته؟ قلت أنه تداخل الأمر واشتباكه بعضه ببعض حتى لا يظهر فيه الحق من الباطل هكذا نستطيع أن نسميه فتنة يعني بين المسلمين أن يغيب الحق ولا يظهر الطريق منه نعم نعم إنما ما الواجب أن تحضره قلت نؤخره نعم لكن قبل ذلك نريد أن نرجع تاريخيا قليلا دكتور محمد متى تبلور مفهوم الفتنة من حيث أنه قتال بين المسلمين بالضبط في تاريخ الإسلام؟ هو محمد بن سيرين كما روى مسلم في مقدمة صحيحه يقول كانوا ليسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى روايات أهل السنة فنقبلها وإلى أحاديث أهل البدع والأهواء فنردها أو لا نقبلها فالمقصود بالفتنة هنا في حديث محمد بن سيرين هل هو مقتل عمر أم مقتل عثمان؟ الحقيقة إن بداية الفتنة هي مقتل عمر كما ورد في الخبر في حديث حذيفة في الصحيح إن بينك قال له حذيفة إن بينك وبينها بابا لا يفتح فقال هذا الباب يكسر أم يفتح؟ قال لا يكسر نعم لكن هذا ربما يعني ظاهره يتعارض مع ما قررناه قبل قليل على لسانكم دكتور من أن الفتنة هي إذا لم يظهر الحق من الباطل لكن مقتل عمر ظاهر فيه الحق وظاهر فيه الباطل تمام صحيح لكن الفتن لا تأتي مرة واحدة دفعة واحدة فجأة كالموت لا إنما لها مقدمات لها مقدمات لأنه بتشكل قلوب الناس وأفكار الناس حتى تتهيأ الناس فكريا إلى هذا الانحراف وهذا الاختلاف فمن مقتل عمر بدأت الفتنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم تأسست وتبلورت في مقتل عثمان رضي الله عنه فهو الذي اختلف بعده المسلمون إلى أنصار لعثمان وأنصار لقتلته ومتوقفين بين الفريقين ومن هنا اختلف المسلمون ونسأل الله تبارك تعالى أن يجمع شمل المسلمين آمين وهذا الاختلاف بين الصحابة نريد أن نبحث أسسه على ماذا استند كل صحابي من الصحابة الذين تنوعت مواقفهم من الفتنة على ماذا استند من الناحية الشرعية ولكن بعد العودة من الفاصل نتوقف مع فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال الحديث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أسعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن الفتنة وضوابط التعامل معها دائما مع الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزعار دكتور محمد حينما وقعت الفتنة أو وقع القتال ما بين الصحابة بعد مقتل خليفة عثمان بن عفان ونشوء فريقين فريق يؤيد الأخذ بثأر أو بدم عثمان وفريق وقف مع علي بن أبي طالب وأخر هذه المرحلة ما بعد ذلك تنوعت مواقف الصحابة منهم من شارك في القتال ومنهم من اعتزل لماذا هذا التنوع ما تفسير هذا التنوع هل كانت الأمور غير واضحة لكثير من الصحابة ما الأسس التي استندوا عليها في تحديد مواقفهم لا بد أن نقرر أن الأسس التي استند إليها الصحابة أسس شرعية وليست أسس أوائية ولا مزاجية إنما هي أسس شرعية ونصوص شرعية قد يكون أنهم فهموا بعضها خطأا وأسقطوها على الواقع خطأا إنما ليس مرد هذا الاختلاف إلى الهوى هذا ما ندين الله عز وجل به ونحسن الظن بالصحابة رضي الله عنه ولذلك بدأ الاختلاف بخروج طلحة والزبير والسيدة عائشة رضي الله عنها لقتال للمطالبة بدم عثمان في معركة الجمل نعم في معركة الجمل وانتصر فيها علي رضي الله عنه وكان الحق ما علي بنص السنة لما قال للزبير وجده وعلي في المدينة فقال له يا زبير أتحبه قال ولما لا أحبه يا رسول الله وهو أخي في الإسلام وابن عمتي فقال لتقاتلنه وأنت له ظالم وهذا حديث حسن في مسند أبي يعلى وغيره وحتى لما احتدم القتال نادى علي على الزبير وذكره بالحديث قال والله نسيت فترك القتال فأيضا والسيدة عائشة رضي الله عنها في حديث من من كن تنبح عليها كلاب الحوبة فالمهم أن هذه المسألة خرج فيها الصحابة رضي الله عنهم سواء جيش طلحة والزبير للمطالبة بالثأر من قتلة عثمان لكن هل كانوا هل أسقطوا النصوص وأسقطوا الشريعة إسقاطا صحيحا أم لا هذه هي المسألة هذه المسألة دكتور محمد يعني هنا يقودنا سؤال إذا كان كبار الصحابة منهم من وقف مع معاوية ومنهم من وقف مع عائشة وطلحة والزبير ومنهم من وقف مع علي السؤال هو هل جاءت الشريعة بنصوص واضحة وقطعية ومحددة للتعامل مع الفتنة لتوضيح الفتنة والتعامل معه نعم كيف إذن تفسر اختلاف الصحابة إذا كانت النصوص قطعية وواضحة هي الإشكالية هنا أن الصحابة ليسوا وحدهم في الميدان لا معهم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ومن دخل في الإسلام من الزنادقة لكن نتكلم عن مواقف الصحابة وما له يعني كيف تفسر اختلاف مواقفهم من هذه الفتنة الكلام أقوى من السحر وبعدين أنت لما نراجع التاريخ وننظر إلى أنهم قد اصطلحوا في معركة صفين ثم خرج ابن سبأ فقال والله ما اصطلحوا إلا عليكم فخرجوا في الليل وقتلوا من جيش الشام وقتلوا من جيش معاوية من جيش علي رضي الله عنهم فأحدثوا القتال مرة أخرى فلا ننسى هذه الأمور هذه الأمور يعني المسألة لم تعد إلى النصوص الشرعية واحدة يعني دكتور محمد هل أفهم من كلامك أن شخصية مثل عبد الله بن سبأ غرر بالصحابة وهم علماء القرآن لا ليس غرر بالصحابة والصحابة ليس ملائكة معصومون يغرر بهم نعم ليست مشكلة إنما الصحابة لم يكونوا وحدهم في الميدان الصحابة كان معهم من التابعين ومعهم من ليس مسلما دخل في الإسلام وهو زنديق الذي قتل عمر لم يكن مسلما تظاهر بالإسلام لأن الذي فعله المسلمون في بلاده أكل كبدة ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول حديث في غاية الجلال يقول يعجب ربنا تعالى من قوم يساقون إلى الجنة في السلاسل والأغلال وهذا حديث صحيح في ابن حبان وغيره فهذا سيق إلى الإسلام لكنه لم يأخذ الوقت الكافي فيه ليطهر قلبه ويخرج ما فيه من علل فلذلك بقيت علله فيه فأثرت على الناس وأثرت على المجتمع هو وغيره كذلك له ذيول ما هي هذه النصوص المحددة التي نصت على وحددت التعامل مع الفتن أحسن تبارك الله فيك نأتي إلى هذه المسألة وهي مسألة في غاية الخطورة ويقع فيها كثير من الناس من أدعياء العلم وطلابه وأشباهه لا سيما المهم يقولون إذا حدثت أي حادثة هذه فتنة فاجتنبوها ادخلوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم هذا كلام غير صحيح هذا كلام غير صحيح يعني أنا إذا وقعت معركة بين جاري وجاري أدخل البيت وأفل على نفس الباب وأقول هذه فتنة وأترك الجارين يقتتلان إلى أن يفنيا من قال هذا إذا وقع هذا بين قبيلتين واسع بها الدير شوية بين قبيلتين من المسلمين نصنع هكذا ونتركهما يفنيان واسع الدير شوية إذا وقعت هذه بين طائفتين من المسلمين إن تركهما يقتتلان واغلق الباب يا أخي لا تاكسر سيفك هذا كلام غير صحيح إسقاط للنصوص في غير ميدانيا وتعامل للنصوص في غير ميدانيا قلنا هذه الأحاديث التي تأمر بغلق الباب وكسر السيف وضربه في الحجر هذه في يوم القيامة علامات يوم القيامة إنما كل ما يحدث من فتن وبلاءات للناس في حياتها المسلم مطنف فيها بعدة خطوات واضحة كالشمس الأمر الأول أن يطلب الحق أن يستبصر وجهها الحق الحق مع جهاد ولا مع محمد إذا استبان له وجه الحق فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فوجب أن ينصر أهل الحق وجب وجوبا لا مفر منه فإذا كان الحق مع جهاد وجب على هذا الرجل أن ينصر جهاد إذا ظهر له الحق مدى ظهر له الحق طيب أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا كيف ننصره ظالما يا رسول الله قال كفة ومظلوما قال مظلوما معروف طيب إنما ظالما قال تمنعه من الظلم هذا حديث أنس منتفق عليه أما إذا لم يستبل له وجه الحق نعم ماذا يصنع يأخذ الثانية الإصلاح بين محمد وجهاد ومحمد وجهاد هنا رمزان للطائفتين للطائفتين رمز للعائلتين رمز للقبيلتين للدولتين رمز لأي جهتين مختلفتين مقتتلتين تمام فالخطوة الثانية أن يصلح بينهما طيب إذا عجز عن الإصلاح هنقول الأول إذا وفق في الصلح إذا وفق في الصلح ووقت تلائب أي قاتل التي تبغي اللي هي التلتبأ طيب إذا عجز عن استبيان وجه الحق قلنا يصلح وإذا عجز عن الصلح وإذا عجز عن الصلح يعني إيه عجز عن الصلح يعني هل أنه فرض على طائفة دون أخرى شروطا فرفضتها أو قيودا فتفلتت منها فمن رفض الصلح فهو الباغي فمن رفض الصلح فهو الباغي وعلى المسلمين هنا في كونهم أن يطلبوا الصلح وذلك لقول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما لكن هذا الكلام الذي تتفضل به دكتور ليس على إطلاقه بمعنى أن المسلمين العوام الذين لا يملكون قدرا أو حظا كافيا من علوم الشريعة لا ينبغي أن يقوموا بمهمة الإصلاح من دون امتلاك أهلية هذه الإصلاح وبالتالي هنا ينطبق عليهم وصف إكسر سيفك ولزن بيتك لا هؤلاء لو سألتوا بكام البقرة هل يعرف ألا ما يعرفش عرف البقرة بكام وما يعرفش يتوضى ما يعرفش دينه طيب وعلى كل حال إن ربنا جل جلاله في مثل هذه المسائل هل يخاطب عواما الناس أم يخاطب رؤوسهم يخاطب رؤوسهم لكن يحاسب كل فرد بذاته وهيتحاسب كل واحد إن تليم عملتش كده يعني مثلا الذين لم ينصروا عليا هسيحاسبون لماذا يقول يا ربنا أنني لم أستبني الحق لم يتغار لي فهو أمء والصحابة قوم غفر الله لهم وانتهت قضيتهم الدول الباقي علينا إحنا المسألة بقيت لنا نحن هل سيغفر الله لنا تقصيرنا ويقول لنا ونقول يا رب لم يستبن لنا وجه الحق اطلبه نعم لكن دكتور هنا قضية مهمة أثرتها من الذي يحدد ويجزم بأن ما يحدث هو فتنة وبأن هذا الفريق باغا على الآخر لا ما يحدث من يحدد أن هذا فتنة نحن نقول إذا اختلطت الأمور ولم يستبن رأسها وذيلها كما ذكرنا واضطربت فيها الأفهام وتباينت فيها الحلول والعقول فهذا نقول إنه فتنة ما دمنا لم ندري إنما ما دمنا ندري إذن فانتفت الفتنة ما دمنا ندري أين الحق فالفتنة منتفية وإذا كانت الفتنة في بدايتها أننا لا ندري ثم استبان لنا بالطلب خلاص انتفت الفتنة يبقى بقي القيد الثاني أو الخطوة الثانية وهو نصرة من معه الحق فإذا لم يستبل لنا من معه الحق يبقى نصلح بين الاثنين نعم ولكن دكتور يعني ثمة من المفكرين والعلماء من كتب وقال بأن في مرحلة حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وظهرت فرقة الخوارج ثم بعد ذلك ظهرت فرق أخرى مثل المعتزلة والمرجئة وما شابه السؤال هنا من يقول بأن هذه دخلت في مفهوم الفتنة إلى أي مدى يمكن تصحيح هذا المفهوم هل ظهور هذه الفرق يدخل في إطار الفتنة لا هؤلاء ظلال لا نقول إنهم كفار إنما نقول ظلال لأنهم انحرفوا عن طريق الحق وعن الطريق المستقيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فعلى رأس إن الله قال ضرب الله صراطاً مستقيماً وفي جوف الصراط داع يدعو وعلى رأسه داع يدعو وجعل على جنبتي الصراط صورين وفي الأسوار أبواباً مفتحة عليها سطوراً مرقاة فإذا أراد العبد أن يفتحها نداه وقال إياك أن تفتحه فتلجه فإنك إن تلجه تهلك الدعنة هو القرآن الجماع كل الفرق ده إما أنها تركت القرآن فلم تنتفع بهدايته أو أولته على غير ما يصحه على وجه لا يصح فيه التأويل أريد أن أعود معك إلى نقطة جوهرية لم تشبع بحثاً في هذا الحديث عندما قلت بأن حديث الفتن بأن الأتزال الفتن هذا متعلق بإرهاصات أو بعرصات يوم القيامة أو بعلامات يوم القيامة ما الدلائل أو القرآن التي استدللت بها على هذا الفهم دكتور؟ نعم لأنني عندي نوعان من النصوص نوع يقول لي اغلق بابك وادخل واكسر السيف وأغمج ونوع آخر يقول لي لا واجه الفتنة ويجب أن تأد جذوتها وأن تخمد نارها فبأي نصوص أعمل؟ إذن لابد أن تنفك الجهة هذه نصوص لجهة وهذه نصوص لجهة أخرى إنما أعمل أن أعمل النصاء النصين في ميدان واحد لا بد أن يحدث للطلاب وتحدث الفتنة في العقول هنا لا بد إنما هذا نص لميدان وهذا نص لميدان آخر فاختلاف الميدانين هو الذي نعمل فيه النصوص ما الميدان الذي يتحمل هذا النص؟ وما الميدان الذي يتحمل هذا النص؟ الميدان الذي يتحمل نص الاجتناب والاعتزال هو ما يكون قبل يوم القيامة لماذا؟ لأن هذه فتن ليس لها حلول ليس لها حلول ولو وقفت لها الدنيا كلها فلن تحلها ولن تقوى عليها إنما الفتن الأخرى التي أمران الله عز وجل بحلها وموجهتها إذا لها مظنة الحلول والمجابهة والإخماد لأن هذا وقت الإخماد وهذا وقت المواجهة نعم فقط يعني ربما هذا نبحثه بشيء من التفصيل لكننا ينبغي أن نذهب إلى فاصل الآن فاصل أخير وبعده نستكمل ما تبقى من الحلقة ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حبة جديدة من توصول دون كوم أهلا بكم مشاهدين الكرام في الحلقة من طورة الهوار والتي أشترك فيها أسفل ترجمة نانسي قنقر مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيل سات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نيل سات على تردد 1283 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم ونبحث فيه ما يحصل اليوم في عدد من الدول العربية وعلاقته بمفهوم الفتنة من عدمه دكتور محمد الأحداث التي شهدها العالم العربي أو عدد من الدول العربية خروج مظاهرات تظاهرات والدعوة إلى الحرية وإلى إسقاط الأنظمة وما إلى آخره هل هذا ينطبق عليه وصف الفتنة أو إلى أي مدى يدخل تحت عنوان الفتنة؟ ما هو إحنا لو اتفأنا أستاذ جهاد على أن الفتنة هي الابتلاء ده بابتلاء ده ليس ابتلاء إن هي الكفر هذا كفر وشرك هذا ليس كفر وشرك يبقى هي المعنى الثالث المعنى الثالث اللي هو بتضطرب فيه الأمور وتختلط فيه الأفهام فيحدث لونا من الحيرة والاضطراب والاختلاف فهذا لونا من الاختلاف لكن هل يظهر فيه وجه الحق أم لا؟ فإذا قلنا إنه يظهر فيه وجه الحق وهذا هو الحق إذن فليست فتنة إذن فليست فتنة إنما إذا لم يكن يظهر فيه وجه الحق فالذي لم يظهر له وجه الحق هنا هو مفتون هو مفتون بلا شك فعليه أن يطلب القروج من هذه الفتنة بماذا؟ أن يتبين وجه الحق يعني في موضوع المظاهرات وفي الانقسام الداخلي في المجتمعات العربية بين من وقف مع النظام مثلا ومن وقف مع المتظاهرين الذي لزم الحياد هنا هل يعني في حسب توصيفك لموضوع الفتنة هل يدخل عليه يقع في الإثم؟ هذا مفتون أنا قلت إنه مفتون لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يتبين وجه الحق لكن الحق كما قلت ظاهر طبعا إذن ليس بمفتون إنما هو مناصر للباطل ما هو مفتون بمعنى ضال هنا بمفتون بمعنى ضال وقع في الضلالة الحياد الذي لازم الحياد هذا ليس حياد هذا ليس حياد لأنه حتى لو قلنا حتى لو إنه لم يستبل له وجه الحق فقلت إنه مفتون فيطل عليه أن يطلب الخروج من هذه الفتنة كيف؟ إنه يطلب وجه الحق الأستاذ جهاد تبين له وجه الحق فلازمه محمد لسه مش واخد باله من الحكاية يعني دكتور محمد كيف يطلب وجه الحق إذا ما كان علماء الأمة انقسموا هناك بفريق من العلماء في عدد من الدول العربية ومعتبرين مثلا لا نريد أن نسمي قال إن هذا الرئيس أو هذا النظام هو الآن لا ينبغي الخروج عليه إن بلادنا مستهدفة كذا إلى خريفة يعني غابت الحقيقة عن المسلمين لا هي لم تغيب على حاجة إنما الناس عندهم عندهم كما يقول بعض إخواننا عندهم قابلية الاستغفال وقابلية التضليل ده كلام جه على هواه فقبلهم يعني عندما يقول عدد من العلماء أو طلبة العلم الكبار مثلا في عدد من الدول العربية دون ما تحديد إنما يحدث فتنة ما هي الأسس التي استندوا عليه في تحديد وصف الفتنة الهوى ليس عندهم أسس التوصيف هنا هوى لأنك إنت لو سألت وقلت له يا أخي ما معنى الفتنة إن أجابك الإجابة الشرعية الدقيقة هو سيرد على نفسه ويهدم مقولته وإذا حرف وحاد عن بيان الجواب الشرعي في توصيف معنى الفتنة إذن فليس من أهل العلم لكن نتائجا ما حصل صبت في صالح هذا الفريق من العلماء لقتل وتهجير ودخول دول أجنبية إلى بلاد العربية المسلمة هذه ألم يكن مصيبا في قوله فتنة؟ لما نرجع للشريعة تعالج هذه القضية لما نرجع للشريعة تعالج القضية هل في الشريعة ما حدث؟ كيف ذاك؟ يعني هل في الشريعة فيها ما يسمى بثورات وكلام زي كده ولا ما فيهاش؟ أنت تجيب دكتور أنا بسأل سؤال أنا سأجيب بلا شك هل الشريعة فيها هذا؟ لا الشريعة ليس فيها هذا وما الذي في الشريعة؟ مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدده رب العالمين تبارك وتعالى حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لكم أن أمرت عليكم رجلا فلم يسمع لي ولم يطع أنكم لم تعزلوه وتقيم من يسمع لي ويطيع هذا حديث ابن حبان حديث صحيح نعم وخدبان حضرتك فهذا واجب الأمة واجب الأمة أن تقوم على من يعطل شريعة الله فإما أن تطالبه بشريعة الله تبارك وتعالى أو تعزله هذا العزل كيف يكون؟ أليات العزل أليات العزل هذه لها أليات وأنا ذكرت لها في كتابي خمسة أليات خمسة أليات ليس منها الثورات هذه لأن هذا كله كل هذه الأمور أمور مستوردة والغاية منها تعطيل شريعتنا أو استبدالها نعم لكن دكتور لم يعد الأمر هذا صار من الماضي الخروج على الأنظمة أو التظاهر ضد الأنظمة الله يهديك يا سيد ربنا ماضي لا لا لم أقصد هذا أقصد أن القتال بين الجماهير وبين الأنظمة صار حالة تاريخية بالمقابل مقارنة بما يحدث الآن الآن القتال داخلي داخل الفصائل داخل التيار داخل المعارضة داخل الثوار أنفسهم في كل البلاد العربية هذا له ضوابط يا أستاذ جهاد الذي أقوله له ضوابط إذا لم توجد عند الأمة الإسلامية تكف يدها هذا بلا شكل لو توضح يعني دكتور الآن حالة الاقتصال الداخلي داخل الفريق الثوري في عدد من الدول العربية يعني صارت الأنظمة بمعزل عن الصراع صار الصراع بينيا ضمن الثوار في عدد من الدول العربية هل دخلوا في الفتنة؟ لأن الثوار لا يجاهدون في سبيل الله نريد أن نوضح إذا ما دخلوا في الفتنة من عدمه إلى أن كل هذه المسائل لها شروط شرعية منضبطة جدا في الشريعة أضبط من ميزان الذات وضح لو سمحت دكتور واخد بال حضرتك يعني مثلا هل الثوار هؤلاء يمولون أنفسهم بأنفسهم؟ أم هناك من يمولهم؟ ثم هوية من يمولهم نعم وتوجهي إذا ما كان هناك نعم فإذا اختلفوا معهم أغلقوا عليهم الحنفي ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنني ما قاله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون فربنا أمرنا هنا بالأمر الأول وأعدوا هل أعددنا؟ ما أعددنا؟ طيب أعد لنا غيرنا ثم وجهنا هذا غير صحيح في دين الله هذا خلاف لشريعة الله طيب وبعدين هذا الإعداد وصفه الله عز وجل بقولي ترهبون حتى لو أعددتم أعددتم عدة لا ترهب وقال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة القرآن واضح جدا يعني الآن أريد أن أستوضح المعنى أكثر دكتور هذا مثلا الخروج التظاهرات التي قامت قامت من دون إعداد هل يعني هذا هم على خطأ أم أنهم على صواب وإنما قصروا في قضية الإعداد وبالتالي دخلوا في مفهوم الفتنة بينهم وبين فريق آخر من المسلمين لا هو أنا يعني لا أستطيع أن أقول دخلوا في مفهوم الفتنة إنما هم دخلوا في مخالفة الشريعة نعم إذن قول الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا يكون الدين فتنة حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله لله بسرط البقرة نعم هل ثمت لهذه الآية إسقاطة في الواقع لا هذا بالنسبة هذه الآية ليست للمسلمين إنما هي للكفار والمشركين وهي فتنة الكفر والشرك وهذه الآية في الحقيقة هي من الآيات التي ظلمت أيضا عند العلماء اللي حضرتك بتوصفهم لأنه لو سألنا ما المقصود بالفتنة وما المقصود بالدين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم والضمير هنا على من يعود الضمير يعود على كفار على سكان الجزيرة العربية لأن الحديث في القرآن سبق عن هذا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فربنا بيتكلم عن سكان الجزيرة العربية وسكان الجزيرة العربية المطلوب منهم ثلاث حاجات الإسلام أو الخروج من الجزيرة العربية أو القتل ليس لديهم خيار الجزية ليس لديهم خيار الجزية ولا حتى الخيار في بقائهم على دينهم ويعيشون مسالمين يدفعون الجزية أو لا يدفعون لا نعم لا أخليني بعد إذن حضرنا أكمل في هذه القضية فالجزيرة العربية لا حكم خاص هنا لا يبقى فيها مشرك لا يبقى فيها دين إلا دين الإسلام الذي يرفض هذا إما أن يخرج منها وإما أن يقتل أما بقية الكرة الأرضية فلا حكم آخر وهو الوارد في صورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله نعم فهناك في صورة البقرة نحن نقاتلهم على الدين أي على الإيمان إما أن تسلموا أو تقتلوا أو تخرجوا في بقية الكرة الأرضية لو أزنت لي لا ليس الأمر كذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون لإبليس سلطان في الأرض نعم وحتى لا نبعد عن صلب الموضوع دكتور يعني هنا في الفتنة الداخلية أو القتال الداخلي ضمن المجتمع الثوري في عددين من دول الحراك العربي أنت قلت بأنهم لم يعدوا وبالتالي خلفوا الشريع لم يعدوا الإعداد اللازم ثم قلت بأنهم لم يدخلوا في مفهوم الفتنة حيال هذا السينار أو هذا الواقع الذي صورته لنا ما الذي ينبغي أن يفعله المسلم العادي إزاء الاقتتال الداخلي في مجتمع الثوري أن ما قلته عنده ثلاث حاجات نعم أن يستبين وجه الحق فينصر أصحابه أو يصلح بين الطائفتين ثم يقاتل التي تبغي لكن ليس لديه الملكات التي تؤهله لاستبانة وجه الحق يسأل العلماء الموثوق في دينهم يعني هذا هنا دخلنا في ضابة تحديد العلماء الموثوق في دينهم سيدنا الإمام مالي قال هذا وابن سيرين قال هذا هذه مسألة منتشرة مدام حصل حصل اختلاف وحدث اضطراب في الأفهام لا بد أن يبحث عن من يثق في دينه والموثوق في دينه يا أستاذ جهاد ببقى واضح طيب هذا على مستوى من يكون قريبا من الاقتتال فيما لو كان بعيدا في بلاد في قرات أخرى كيف يصلح يعني ما هو الذي يقوم به لا هو غير مطالب يحدد موقفه يعني هو غير مطالب بها لا يدعو للمسلمين وفقط لا يدعو المسلمين نعم أختم معك بهذا السؤال دكتور يعني ورد في الحديث الصحيح في البخاري إنها ستكون فيتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي ومن يشرف لها تستشرفه فمن استطاع أن يعوذ بملجأ أو معاذ فليفعل ألا ينطبق هذا الحديث الشريف على الحال التي تشهدها الدم من الدول العربية لماذا لا لا نحن قلنا قلنا هذا الحديث وأمثاله هو المقصود به فتن يوم القيامة فتن الزمن الأخير لأن الفتن التي تحدث الآن لا لها حلول لها حلول فعلى المسلمين أن يقوموا بهذه الحلول إنما هذه الفتن ليس لها حلول فالحل فيها البعد عنها وعدم التعرض لها يعني كيف استدللت على أن هذه الفتن ليس لحلولها وهي من مقدمة الساعة النبي اللي بيقول نفسه نعم مش النبي اللي بيقول من تعرض لها استشرفته نعم وليدخل بيته وليغلق بابه وليكسر سيفه وال يعني الذي قصدته يعني ما علامة أن تكون هذه من علامات الساعة أيوة لو أن أخذت هذا الحديث حديث أبي سعيد هذا وأمثالي من حديث أبي غرارة وغيره وطرحته على القرآن الذي يقول فقاتلوا التي فأصلحوا بينهما فإن بغط إحدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي إذن حصل اختلاف نعم الخروج من هذا الاختلاف ما يقوله الأصوليون انفكاك الجهة يعني هذا النص في جهة وهذا النص في جهة انفكاك الجهة إذن هنا إن هذا النص ليس المقصود به هذه الفتن القائمة الآن إنما الفتن التي ستأتي وليس لا حل نعم ولذلك هو هذا المقصود من حديث حذيفة أيضا كويس أننا نفتكر هذا لو مع أنه وقت قليل المقصود من حديث حذيفة لما قال له إلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام متى تكون هذه الحالة قال إلزم بيتك ولو أن تعض على أصل على جذع شجرة حينما لا يكون للمسلمين جماعة ولا إمام واجب المسلم أن يقيم الجماعة والإمام إلا إذا كان المراد من النص الزمن الذي انتهت فيه الجماعة والإمام فلن يعود جماعة ولا إمام متى يحدث هذا الزمن يا أستاذ جهاد؟ بعد خلافة القحطاني ثم الجهجاه التي على أثرها تقوم الساعة بعد الروح الليينة في هذه الأوقات إذا لا جماعة ولا إمام إذا قلت لي أنا سأعمل على إعادة الجماعة والإمام إذا أنت تعمل ضد الشريعة لأن زمن الإمام والشريعة والزمن الجماعة والإمام انتهى إذا أعمل إيه؟ عض على جذع شجرة والزم بيتك طيب إنما زمن الإمام والجماعة لا يزال ممتدا ألزم بيتك برضو؟ لا يأتي النص الآخر أقم الجماعة وأقم الإمام نعم وأنا ربما أكون مطالبا بأن ألزم الوقت المخرج يعني يحدثني شكرا لك دكتور بارك الله فيك في ختام هذه الحلقة لا يسعني لأن أشكر الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر شكر الله لكم حسن متابعتكم في حراسة الله شكرا لكم